في بعض الأحاديث من أن آلافاً مؤلفة من أهل النجف يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على قتل الحجة بن الحسن هذا في بعض الأحاديث هي غير الأحاديث التي تتحدث عن أن جميع أصحاب العمائم من المراجع والخطباء سيخرجون من النجف لقتال صاحب الأمر أولاً سيبايعون السفياني وثانياً سيخرجون مع جيش السفياني في قتال الإمام وثالثاً يخرجون بأجمعهم مع جيش السفياني سيخرج بعضهم يبايعون السفياني عبر القائد الذي يرسله إلى النجف يخرجون مع جيش السفياني يخرجون قواتهم يخرجون مقاتليهم وهم أيضاً يخرجون يخرج بعضهم لملاقات جيش الإمام في أطراف الكوفة وبعد ذلك يخرجون بين النجف وكربلاء بقضهم وقضيضهم مراجع النجف جميعاً من دون استثناء الروايات تقول لست أنا كل العمائم وبعد ذلك أهل النجف سبعون ألف في الرواية سبعون ألف سبعون ألف من أهل الكوفة قطعاً من النجف والمحافظات العراقية الأخرى يتفقون على قتل الإمام بعد هذه الحوادث بعد خروج المراجع وبعد مقتلتهم بين النجف وكربلاء يخرجون النجفيون شيعة العراق هدفهم فقط قتل الحجة بن الحسن الروايات هي التي حدثتنا إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وعودوا إلى بعض الحلقات المختصة بهذا الموضوع من الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج من برنامج الخاتمة فقد تحدثت عن هذا الموضوع أيضاً عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج وذكرت الأحاديثة وذكرت المصادر وبيّنت التفاصيل فليس هناك من أمر مستغرب أبداً 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 هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع النجاف وهذا هو واقع المرجعية الشيعية هم الآن من نفس المنهج من المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي لو يجدون مجالاً أن يقتل بعضهم بعضاً لفعلوا أنتم لا تعلمون ماذا يجري من قذارة في الصراع فيما بينه في الكواليس لا يظهرون هذا للناس قذارة ونجاسة وحقارة فيما بين مراجع النجاف وليس الحديث عن الجغرافيا أتحدث عن مراجع الشيعة أكانوا في النجاف أكانوا في كربلاء أكانوا في قوم أكانوا في مشهد في أي مكان أكانوا في الهند في باكستان في لبنان في البحرين في أي مكان من الأمكنة ما هم يشربون من نفس الآنية وهم على نفس المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي لكن الظروف الموضوعية وأحكام الزمان وقوانين الدول وطبيعة الحياة لا تسمح لهم أن يظهروا قذارتهم في الصراع فيما بينهم ولكن يطفو على السطح ما يطفو أما أصحاب العمائم في النجاف بشكل عام يعرفون هذه الحقائق هم مطلعون عليها لكنهم حينما يتحدثون عن الصفاء فيما بين المراجع وعن الاتفاق يظهرونهم ملائكة مقدسين وهم من أخبث خلق الله هذه هي الحقيقة المقشرة ولذا فإنهم محيؤون بشكل كامل لبرنامج قتل إمام زماننا الروايات تخبرنا عن ذلك وواقع النجفي أتحدث عن كواليسها أنا لا أتحدث عما يقدم للشيعة ضمن برنامج استحمار الشيعة أنا لا أتحدث عن هذه الثقافة الدخية عند قطعان الشيعة أنا أتحدث عن الحقائق الموجودة في كواليس المرجعية الشيعة وأنا جزء منها جزء من هذه الكواليس أنا مطلع عليها أنا أعرفها بتفاصيلها أنا لا أحدثكم عن ظنون أنا أحدثكم عن حقائق ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تعرفوا التفاصيل الواضحة إذا كانت الروايات تتحدث عن سعي بني أمية لقتل صاحب الزمان وعن سعي بني العباس لقتل صاحب الزمان فمراجع النجف بحسب حديث الصادقين هم ألعنوا من بني أمية الإمام الصادق هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة إنهم ضعفاء العقيدة ما هم بضعفاء الجيوب أموالهم قليلة ولا بضعفاء الأبدان أبدانهم ضعيفة ضعفاء العقيدة ضعفاء الثقافة الصحيحة الأصيلة هؤلاء هم الديخيون فمراجع النجف أضر على هؤلاء من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ لأنهم يضلونهم ويمنعونهم الإمام هكذا يقول يضلونهم ويخدعونهم ويشبهون عليهم ويمنعونهم من قصد الحق المصيب والله هذه كلمات صادق ما هي كلمات موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري ولطالما تحدثت بها ولطالما قرأتها ولطالما شرحتها عودوا إلى برامج المفصلة الواسعة ستجدون التفاصيل في جميع الاتجاهات فإذا كان بن أمية مثل ما قرأت عليكم في الروايات يبحثون عن إمام زماننا أو عن الذين يكونون آباء له كي يقتلوهم وكذلك العباسيون فإن مراجع النجاف بحسب الصادق صلوات الله عليه هم أسوأ من بني أمية وأضر من بني أمية خصوصاً ونحن بحسب القرائن الموجودة لدينا نعيش في الزمان العباسي فهم يجمعون بين سوء العباسيين وسوء الأمويين ولذا هم ألعنوا وأسوأوا وأضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أضروا على الشيعة ما أنا الذي أقول هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره ونحن أمرنا أن نجعل تفسيرهم تفسيراً للقرآن فقط وبعد ذلك نجعل القرآن قاعدة للتقييم وميزاناً نزن الحقائق به نزن الحقائق بقرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسيري محمد وآل محمد فقط وفقط نذهب إلى فاصل